موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الاخبار من قناة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعناوين عملية الكرامة تؤكد مقتل احد عناصرها نتيجة الاشتباكات الدائرة بشارع قصر حمد وسط بنغازي وتعلن سيطرتها على شارع الانفتيح بالكامل ومحطة النقل السريع المقابلة للفندق البلدي وزير الخارجية المفوض يؤكد ان السلطات السعودية اعتقلت ليبيين اثنين بعد ادائهم مناسك العمرة والقنصلية الليبية بجد تطالب بالافراج عنهما مجلس الامن الدولي يقول ان تجارة الاسلحة في ليبيا تنامت رغم الحظر المفروض عليها ويؤكد وجود اتصالات بينما يعرف بتنظيم الدولة ومهرب البشر في البلاد اهلا بكم ونبدأ نشرتنا المفصلة من بنغازي حيث واكدت تحريات القوات الخاصة الصاعقة المولية لعملية الكرامة مقتل احد عناصرها اليوم نتيجة الاشتباكات الدائرة بشارع قصر حمد وسط البلاد واعلن المتحدث باسم القوات الخاصة ملود زوي ايضا مقتل اثنين من عناصرهم يوم امس جراء انفجار لغم ارضي بسوق الحوت موضحا ان قواتهم تمكنت من السيطرة على كامل شارع الانفتيح ومحطة النقل السريع المقابلة للفندق البلدي يشار الى ان تحريات قوات الصاعقة اعلنت من قبل سيطرتها على شوارع سنيدل ونبوس وعثمان بحيح الواقعة بسوق الحشيش وسط مدينة بنغازي هذا وقالت مؤسسة الفتح للإعلام من طائرة من نوع ميج 23 تابعة لعملية الكرامة شنت ما لا يقل عن 21 غارة على عدة مناطق في بنغازي واضافت المؤسسة المقربة من مجلس شورى ثوار بنغازي ان الغارات استهدفت منطقة وسط البلاد وخربيش والصابري وشارع الشريف ومحيط الفندق ومستشفى الجمهورية قائلة ان طائرة اخرى من نوع كام كوبتر شنت هي الاخرى غارات مكثفة على منطقة الزريرعية بالقرب من ادارة التدريب للشركة العامة للكهرباء واكدت مؤسسة الفتح للإعلام تواصل القصف بالمدفعية الثقيلة على عدة مواقع تابعة لشورى ثوار بنغازي لعدة ساعات وقال المحلل السياسي والعسكري عادل عبد الكافي في نشرة سابقة ان النقاط المتقدمة التي سيطرت عليها قوات عملية الكرامة تهدفه الى التقدم في محاور عدة لحشد قوى اضافية رغم تكبد خسائر بشرية بحسب وصفه استراتيجيتها بالنسبة لعملية الكرامة كنقطة متقدمة منها يستطيع حشد قوى اضافية وثم الانطلاق الى محاولة التقدم ولكن طبعا ما دار خلال الايام الماضية بغض النظر عن تصريحات عملية الكرامة هناك خسائر كبيرة جدا في ظفوف عملية الكرامة نظر المحاولات التقدم لذلك طبعا عملية الكرامة تعتمد على الطيران الاماراتي في المقام الاول وهو الذي يمهد لهم الطريق رغم استخدامهم للميك 23 التابع لعملية الكرامة وهذه الطائرة نحن نعلم انها غير دقيقة الاصابة في بنغازي ايضا قال المجلس البلدي انه يعمل بالتنسيق مع قوات عملية الكرامة وبمساعدة فرق الهندسة العسكرية المتخصصة في ازالة الالغام الارضية على ازالة مخلفات الحرب وفتح الطرق الواقعة في منطقة وسط البلاد وتحديدا شوارع البزار وقصر حمد والحشر واضح بلدي بنغازي عبر صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل حركة السير في تلك الشوارع اكد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطن محمد السيالة ان الوزارة تجري اتصالات مكثفة مع الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية والسفارة الليبية بجدة للاستفسار عن حادثة القبض على المواطنين الليبيين محمد الخضراوي ومحمود رجب وقال سيالة في تصريح عقب لقائه اعضاء من مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة عن مدينة الزاوية ان رئيس المجلس الرئاسي فايزة سراج ورئيس المجلس الاعلى للدولة عبد الرحمن سويحلي يتابعان هذا الامر بعناية لافتني لان وزارة الخارجية تبذل كل ما في وسعها للإفراج عن الخضراوي ورجب وزارة الخارجية التي بدأت منذ سماع هذا الاعتقال سواء كان ذلك عن طريق القنصل الليبي في جدة او القائم بالأعمال في الرياض او الاتصال المباشر بالسيد عادل جبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية وذلك في سبيل الاطمنان اولا على صحتهما ومعرفة اسباب هذا الاعتقال ومحاولة الافراج عنهما وتمكين القنصل من اداء واجباته القنصلية في الاطمنان عليهما وزيارتهما وكان وزير الخارجية المفوض محمد سيالة قد اوضح ان السلطات السعودية احتجزت المواطنين بعد تلقيها قائمة من وزارة الداخلية الليبية لكنها لم تحدد تبعيتها لأي حكومة مشيرا الى تكتم السلطات السعودية على القضية التي قالت انها في طور التحقيق واضاف سيالة ان الوزارة اصدرت تعليماتها للقنصل المفوض في جدة لمتابعة القضية يشار الى ان محمود بن رجب يعمل ضابطا في جهاز المباحث العامة بحكومة الوفاق الوطني وهو مرشح سابق لادارة مكتب مكافحة الارهاب فيما يشغل محمد الخضراوي منصب امير سرية الفاروق التابعة لغرفة عمليات ثوار ليبيا من جهتها دعت القنصلية العامة الليبية بجدة وزارة الخارجية السعودية الى الافراج عن الليبيين الذين تم توقيفهما بمطار الملك عبد العزيز والكشف عن اسباب التوقيف والسماح بمقابلتهما واضافت القنصلية في مذكرة موجهة للخارجية السعودية ان الليبيين محمود علي البشير ومحمد حسين الخضراوي تم ايقافهما اثناء مغادرة الاراضي السعودية بعد الانتهاء من مناسك العمرة مضيحة ان الجهات الرسمية بمطار الملك عبد العزيز افادت بان الموضوع امني بحت وقد رأى الباحث في الشؤون السياسية والقانونية محمود اسماعيل اعتقال الليبيين في المملكة العربية السعودية يدل على تسييس الحج والعمرة والزج بليبيا في ازمة الخليج بحسب قوله هناك ارتباط ما بين ما يتعلق بازمة الخليج التي وقعت وما بين محاولة زج ليبيا ومواطنها في هذا فهل يتم تسييس الحج والعمرة حقيقة الامر مزعج ومتعب ومرهق لا شك ان هناك محاولة قدر الامكان لزج باسماع من اجل ان يكونوا كبش في ذا فيما يتعلق ببعض المواقف خاصة وان بعض الدول تدعم طرفا دون طرف اكد المشاركون في الاجتماع المشترك بين لجنة مكافحة الارهاب ولجنة عقوبات داعش والقاعدة ولجنة عقوبات ليبيا بمجلس الامن الدولي في نيويورك اكدوا تنامية تجارة الاسلحة في ليبيا رغم الحظر المفروض من مجلس الامن مضيفين ان اسلحة ضبطت من مصر والنيجر ولبنان كانت في طريقها الى ليبيا وتطرق المشاركون الى تزايد خطر ما يعرف بتنظيم الدولة في البلاد مرشيرين الى وجود اتصالات بين التنظيم ومهرب البشر وتدخله بصفة مباشرة في تجارة السلاح في ليبيا اضافة الى وجود علاقات بينه وبين مجموعة بوكو حرام واتخاذه مواقع للتدريب في الجنوب الليبي وقالت مصر التي ترأست الاجتماع ان ليبيا تواجه تحديات في مكافحة الارهاب من شأنها ان تؤثر على كامل المنطقة ولمناقشة هذا الموضوع ينضم الينا عبر الاقمار الاصطناعية من مصرات الباحث في الشؤون الامنية والعسكرية سليمان بن صالح سيد بن صالح برأيك ما الذي يعنيه ان يتم بحث الاوضاع في ليبيا في اجتماع مشترك بين لجان مكافحة الارهاب ولجان عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الامن الدولي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله احييك واحيي كل طاقم قناة ليبيا الاحرار بمناسبة عيد الفطر المبارك الحقيقة هذا يدل دلالة واضحة على ان المجتمع الدولي يضع عينه او يركز نظره على ما يحدث في ليبيا وبشكل جدي وربما ينتبه حتى بعض القلق مما يعني يحدث في ليبيا ومن تنامي العناصر المتطرفة من ضمنها التنظيم داعش والان الحقيقة السؤال او اللوم او المسئولية تقع على بشكل كبير جدا على عاتق السيد حفتر وقوات السيد حفتر باعتبار ان السيد حفتر يعني له الان اليد الطولة في ليبيا حيث انه يعني تقع تحت سيطرته المنطقة الشرقية بمعظمها طيب سيد بن صالح قبل ان تذهب الى تحديد المسئوليات يعني اضافة لما بدأت به حديثك المشاركون اجمعوا على تنامي تجارة السلاح وتزايد خطر تنظيم الدولة في ليبيا هل يكفي كل هذا للقول بان هناك تطور في الموقف الدولي من الاوضاع في داخل البلاد نعم اعتقد انهم يشعرون بقلق والامور اصبحت يعني جدية بالنسبة لهم يعني لم يعد ينفع يعني لفت النظر عن ما يحدث في ليبيا او التغاضي عن ما يحدث في ليبيا من تنامي فعلا تنامي جدي وملحوظ بالنسبة لهذه العناصر الحقيقة الارهابية التي انتقلت من مدينة سرط عندما سقطت سرط وفقدت هذا الموقع الاستراتيجي وانتقلت سواء بشكل فراد او جماعات الى مناطق اخرى في الجنوب الليبي وفي الوسط الليبي ليس من اجل ان تختبئ هناك ولكن من اجل ان يعني تعيد تنظيم صفوفها وتجميع شتاتها وتعيد تنظيم قواتها من جديد وربما يعني هي لها صولة وجولة اخرى في قادم الايام وهذه الصولة وهذه الجولة تحتاج الى اسلحة وتحتاج الى مؤن وتحتاج الى تجنيد عناصر جديدة من مناطق مختلفة من محيط الليبيا ومن الليبيين انفسهم اذا سمحت لي سيد بن صالح يعني اذا سلمنا بالقول بان البحث الاوضاع في ليبيا في هكذا اجتماع يعبر عن تطور في الموقف الدولي من مما هو حاصل في داخل البلاد ميدانيا تحديدا هل يظل هذا التطور في حدود البحث والتقصي فقط دون اخذ اي تحركات في اي اتجاه اما ان التوقعات بان يتم التحرك دوليا لوقف انتهاكات حضر السلاح باتت واردة الان خاصة وان الكشف عن انتهاك حضر السلاح تكرر في اكثر من مرة وتم حتى تحديد جهات ودول ساهمت في الخروقات لكن لا وجود لردة فعل دولية حتى الساعة يعني ما التوقعات مستقبلا وكيف يمكن تفسير عدم وجود اي تحرك حتى الان ليست لدى المجتمع الدولي تلك الجدية في هذا المنضوع لاتخاذ يعني قرار حازم وموقف جدي مما يحدث في ليبيا المجتمع الدولي على علم تهم بما بمن يورد السلاح الى داخل ليبيا وبمن يدعم جهة او طرف من اطراف النزاع دون الطرف الاخر وبمن هو ايضا مسؤول عن استمرار هذه الحالة التي هي التي عليها ليبيا الان اشكره لذلك اعتقد ان المجتمع الدولي نعم اعتذر منك من مصرات الباحث في الشؤون الامنية والعسكرية سليمان بن صالح شكرا جزيلا لك قال الخبير في المجلس الاربي للعلاقات الخارجية ماتيو توالدو ان قائد عملية الكرامة خليفة حفتر هو المستفيد المحتمل من التقارب الامريكي المصري الاماراتي بالنظر الى الدعم الذي يحظى به من مصر والامارات واضف توالدو في مقال له ان حفتر غير في تكتيكاته منذ شهر مايو الماضي ووافق على مقابلة رئيس المجلس الرئاسي فازا سراج ليكون جزءا مما سماه الحوار السياسي المصري الاماراتي واشار توالدو الى ان حفتر يسيطر على اجزاء من ليبيا رغم عدم حصوله على دعم دولي رسمي قائلا انه بعد مرور ثلاث سنوات على عملية الكرامة لم تشكل قوات حفتر جيشا بالمعنى الصحيح لان معظم افرادها مدنيون لم يتلقوا تدريبا مناسبا ولان معظم الضباط في غرب ليبيا يرفضون قيادته قالت منظمة اطباء بلا حدود اكثر من ثلاثين في المائة من المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون ليبيا باتجاه ايطاليا يتعرضون للتعذيب ونقلت منظمة اطباء بلا حدود في تغليدات الله على موقع تدونات المصغرة تويتر نقلت شهادة احد المهاجرين الذين كانوا في ليبيا بمناسبة اليوم العالم لمناهضة التعذيب والذي اكد تعرضه لسوء المعاملة طيلة فترة بقائه في ليبيا وللتعليق على تصريحات منظمة اطباء بلا حدود ينظم الينا عبر الهاتف من طرابلس رئيس المكتب الاعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس الملازم اول حسني ابو عيانة سيد ابو عيانة منظمة اطباء بلا حدود تتحدث عن تعرض اكثر من 30% للتعذيب يعني من المهاجرين العابلين باتجاه ايطاليا هل لديكم اي معلومات بشأن صحة هذه المعلومات سيد ابو عيانة يبدو اننا فقدنا الاتصال مع سيد حسني ابو عيانة ربما نعيد الاتصال به في سياق هذه النشرة اذا امكن لنا ذلك هذه النشرة ما زالت متواصلة وفيها بعد الفاصل بدء طرح الاحمال اعتبارا من اليوم حتى بداية الاسبوع القادم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والشركة العامة للكهرباء تدعو الى تخفيض الاستهلاك للمحافظة على استقرار الشبكة عملية الكرامة تؤكد مقتل احد عناصرها نتيجة الاشتباكات الدائرة بشارع قصر احمد وسط بنغازي وتعلن سيطرتها على شارع الانفتيح بي كامل ومحطة النقل السريع المقابلة للفندق البلدي وزير الخارجية المفوض يؤكد ان السلطات السعودية اعتقلت ليبيين اثنين بعد ادائهم مناسك العمرة والقنصلية الليبية بجدة تطالب بالافراج عنهما مجلس الامن الدولي يقول ان تجارة الاسلحة في ليبيا تنامت رغم الحظر المفروض عليها ويؤكد وجود اتصالات بينما يعرف بتنظيم الدولة ومهرب البشر في البلاد أهلا بكم من جديد وبالعودة الى تصريحات منظمة اطباب لا حدود ينضم الينا مجددا عبر الهاتف من طرابلس رئيس المكتب الاعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس الملازم اول حسني ابو عيانة مجددا اهلا بك سيد ابو عيانة هل لديكم اي معلومات تثبت او تنفي ما تحدثت عنه منظمة اطباب لا حدود عن تعرض اكثر من 30% من المهاجرين باتجاه ايطاليا للتعذيب في ليبيا وعليكم السلام بالنسبة للمنظمة اطباب لا حدود هذه مش اول مرة يعني صرحت اشياء هذه وفيه قبل حتى منظمة الهجرة الدولية تعلو انه فيه تعديل وانه فيه تارة فشر وللأسف هذا يقولها اخبار عارية على الصحة اكيد انه الاشياء هذه لو حتى لو انها موجودة موجودة باشكاء باشكال فردية بالنسبة لي نحن فرع طرابلس وصف طرابلس أسألوا الوزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي اللي يزورونا وزير خارجية ألمانيا وزير خارجية بريطانيا مضعوث المتحدة سوفران الاتحاد الأوروبي شبه يعني كل اسبوع يجينا ضيف منهم ويتحاوروا على المهاجرين الموجودين عندنا ويسألوا فيهم ولو كان في حاجة هذه موجودة تعديلهم على طول يبلغون بها لكن سيدة بوعيانة إضافة إلى تكرر هذه الاتهامات هناك شهادات موثقة لمهاجرين تمكنوا من العبور باتجاه إيطاليا تحدثوا فيها عن سوء معاملة في ليبيا كيف يمكن التثبت من صحة أو عدم صحة هذه الشهادات يا أستاذ أعطيني أمكان بالتحديد هذا مركز إيواء حدثت فيه هذه الأشكال التعديد ممكن تكون التعديد هذه عند المهرجين اللي هارفوا فيهم مننا عبر الحدود ممكن يعاملوا فيهم معاملة قاسية بالعكس هنا لما ننقدوهم نجيبوهم عندنا لمراكز الإيواء أن يقدمونهم العلاج الطبي أن يتصلوا بسفراتهم الموجودة في طرابلس يجبون يسوروا فيهم المنظمات المتحدة كلها جينة بما فيها هذه المنظمة تصدها بلا حدود طيب هذا واضح سيدة أبو عيانة لكن إذا كانت المنظمات تتهم يعني توجه اتهامات بتعذيب مهاجرين في داخل ليبيا دون تحديد الجهات المسؤولة عنها لم تقل بأن جهات رسمية هي من تشرف على حدوث حالات التعذيب والانتهاكات هذا بلايك هل لدى هذه المنظمات غرض معين من عدم تحديد المسؤوليات عن وقوع هكذا انتهاكات أكيد أكيد أنا نحذر الليبيين نحذر الليبيين أننا حاليا نطور في لعبة كبيرة المقصود بها الأموال الليبية الموجودة في الخارج حاليا يقوموا بالدعاية لأساس أنه في تعذيب المهاجرين الأفارقة باش بيديروا دعوات عن الحكومات الليبية وباش بينهبوا أموال الليبيين موجودة في الخارج هم في أستاذ هذه قصة باجئ من فترة لكن الآن تذهب العيان بيهجمة كبيرة على ليبيا واضح انتهي موضوع الدواعش والحمد الله قدير عليهم حاليا متوجهين للأموال الليبية الموجودة في الخارج وضحت الفكرة تماما أعتذر منك فقط لذيق الوقت من ترابلس لحظات نعم تفضل في نصف دقيقة لو تسمع باي في نصف دقيقة بلك هذه هجمة لليبيا حاليا باش ينهبوا الأموال الليبية الموجودة في أوروبا يدعموا في الخارج هذه الفكرة باتت واضحة سيدة أبو عيان شكرا جزيلا لك من ترابلس رئيس المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع ترابلس الملازم أول حسني أبو عيان طلبت الشركة العامة للكهرباء المواطنين وأصحاب المصانع والشركات بتخفيض الاستهلاك قدر الإمكان وذلك للمحافظة على استقرار الشبكة العامة وتقليل ساعات طرح الأحمال وقال المكتب الإعلامي للشركة إن عملية طرح الأحمال ستبدأ اعتبارا من اليوم حتى بداية الأسبوع القادم نظرا لارتفاع درجات الحرارة ولمزيد التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من ترابلس رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة سيد حمزة الشركة أشرت إلى أنها ستبدأ طرح الأحمال نظرا لارتفاع درجات الحرارة كم سيكون عدد ساعات طرح الأحمال أهلا بك سيدي الكريم وكل سنة ومتطيب وكذلك المشاهدين الأكارم أهلا بك جميع الليبيين بألف خير أحنا أعلننا على تخفيض الأحمال على إنكانية تخفيض الأحمال من كل المواطنين سواء كان ذلك في أحمال المنزلية أو أحمال الصناعات الصغرى والمتوسطة أحمال الإنارة بالإمكان بالإمكان عدم طرح الأحمال في حالة ما مكثلت كل الليبيين بتخفيض الأحمال الزايدة على الأقل الزايدة عن الحاجة في هذه الفترة حتتمكن الشركة من مواكبة الارتفاع في الأحمال نتيجة الارتفاع درجات الحرارة واللي حيأثر بشكل كبير على محطات التوليد أيضا وجود عدد من محطات التوليد الآن في الصيانة واللي حتدخل خلال عشر أيام بإذن الله نتأمل من المواطن الكريم أن يتفاهم الوضع أن يقلل من الأحمال الزايدة عن الحاجة كالتسخين المياه كالتكييف كأحمال الإنارة في المحلات كالاستعمال الصناعي لصناعات الصغرى حيساعد الشركة بشكل كبير في التخفيص من عملية طرح الأحمال أو إنهاءها بشكل كامل إذا ما استجاب المحطات واضح طيب سيد حمزة في حال بقاء الاستهلاك على المقدار الحالي كم تتوقعون أن يكون عدد ساعات طرح الأحمال والله هو من الأحمال بين أمس واليوم زابت بشكل كبير بالأمس كانت في حدود الخمسة ألاف ميجا الآن اليوم وصلت في حدود الخمسة ألاف وسبعمائة ميجا تقريبا الزيادة في حدود السبعمائة ميجا الزيادة هذه إذا لم تتخفض من خلال الاستهلاك سيتم واجهته عن طرح الأحمال والذي ستمتد من ثلاثة إلى أربع ساعات تقريبا أشكرك جزيلا شكر رئيس مجلس دارة شركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة حدثنا من طرابلس وبنهاية أخبار الرياضة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة شكرا لكم على حسن المتابعة في أمان الله